ومن نسبة التخطيط السليم للبناء تحدث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مبارح عن التخطيط الخاص بالعاصمة الإدارية الجديدة وقال إن العاصمة الجديدة مش محتاجة متر أنفاء لأنه مش هيبقى فيه تكدس على أي من الطرق والمنشآت اللي موجودة في العاصمة الإدارية الجديدة بتوفر كل متطلبات الحياة ودي الرسالة اللي بنقولها للناس لما الدولة بتعمل حاجة بتاخد بأساليب العلم والتخطيط السليم أول ما بدأنا فيها دكتور مصطفى الناس انتقادتنا انتقاد شديد اللي هو إن احنا نعمل مدن جديدة وقال لك إن انتوا راحين تصرفوا فلوس كتير جدا مالهاش لازمة مش كده أنا عايز أقول لكم على حاجة لو كان الكلام ده اتعمل من 40 سنة وكان فيه تخطيط عمراني عمل في حساباته النمو بتاع السكان بشكل حتى لو إحنا نحل الطرق وبنحاول نحسن من جودة الحياة لكن ما زالت الأحياء زي كرداسة وبنمرس والخصوص وغيره وغيره ولا يا دكتور عاصم انت اللي هتعرضه مش كده انت بتكلمني لما بتكلم في 7-8 مليون 7-8 مليون دول يا أهاب عايشين ازاي عايزي ده لو كنا احنا مرتبين نفسنا زي من النهاردة الـ 50,000 واحدة سكنية اللي احنا بنعملهم دول تصوروا ان الخمسين ألف دول احنا كنا عملنا او الدولة كانت شاركت او ساهمت او ساعدت وخلت مع القطاع الخاص يبقي فيه تنمية في الإسكان متخططة ومترتبة معمولة بالشكل اللي انتو اللي افتتاح اللي اللي هنشوفه دلوقتي او اللي احنا بنعملوها كامل تماما انت النهاردة بتعمل ده عشان تحل مسألة الارقام اللي انت بتتكلم عليها لو انت النهاردة انت بتعمل خط متر وانفاق ليه لانك انت ما عندكش فوق الارض حاجة تقدر تتحرك اكتر من كده بالزبط صح كده؟ بالزبط لكن لو انا نهاردة اعمل او انا اقدر اقول ان انا في العاصمة الجديدة محتاجة اعمل متر وانفاق لا متخططها من جديد خلاص كله سطح وبالتالي لما كون الدولة بتخطط حاجة ود الرسالة اللي احنا عايزين نوصلها للناس لما الدولة تعمل حاجة بتاخد باساليب العلم وباساليب التخطيط السليمة في اي منشآت بتعملها ومش بس كده ولما تيجي تنفذها بتنفذها بالشكل اللي يتلقم مع متطلبات الحياة لو في مدرسة تتعمل مدرسة لو في مستشفى بتتعمل مستشفى لو في ناد اجتماعي بيتعمل ناد اجتماعي لو في مناطق صناعية تخدم على الحي بنعمل مناطق حرفية تتعمل تعمل